بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كونوا رجالا دي جات توصية في أشعية 46 وفي كورنسوس الأولى 16 يعني ده تعبير كتابي ما هواش مجرد شعار يعني وطبعا المقصود خليكوا رجالا ممكن تحمل معاني كتير أول فانعاوز ابتدي بيكوا برضو أول مرة تسمع ربنا اللي بيقولك خليك راجل كلام للستات والرجالا ما تفرقش طبعا لأن هنا يقصد بها معاني في الرجولة ما هياش حاجة يعني في ذكاليا أول ما تسمع الكلمة دي تترجم عندك يقصد إيه خليك راجل في وعدك اللي تقوله تعمله برافو عليك خليك راجل واستحمل خليك شديد خليك جد خلي بالكو دول ثلاث معاني مختلف دول ثلاث معاني مختلفة والثلاثة صح خليك جد ملتزم سيريوس خليك ملتزم بكلامك أو وعدك خليك شديد بتستحمل خليك مسؤول خليك شهم كمان شهم لأن الرجولة فيها شهامة جدعة خليك جدعة يعني السامري الصالح كان راجل ببساطة سوري يعني كان راجل جدعة اللاوي والكهن ما كانش جدعة خل راجل بيموت تفرجوا عليه خليك راجل إذن خليك جدعة مقصودة برضو في الكتاب في ناس كتيرة مش جدعة خليك راجل في جهادك ما تسبش الشيطاني وقعك لا يعني لا مش هغلط يعني مش هغلط برافو عليك خليك راجل شجاع لأنه في أحد ترجمات الإنجليش بي بريف مش بي مان أو الترجمة خليك شجاع الآية دي بالذات الترجمة كده خليك راجل تسند يعني خليك راجل ويسند اللي بيقعوا تفضلي طبعا خليك راجل جريء في الحق يعني خليك راجل تستحمل الألم خليك راجل بتقول لا في الغلط أيا كان الغلط برافو عليك خليك راجل في الخدمة مش كل مشكلة تمشي لا خليك راجل كمل خليك راجل واعترف أنك غلطان أو اعترف نقطة ضعفك بس خليك راجل وقر قر يعني أنا غلطان لأندي عاوز الرجولة برضو ها خليك راجل وما تمشيش مع الموجة ما تغيرش مبادئك بالسهل خليك راجل حنين ممكن خليك راجل مسابر أو مصمم يعني ايه ما تتراجعش عن غرضك بدل غرضك كويس احنا عسان نفهم الرجولة الروحية أو المعنى يتغرس بصد كل اللي تقال خلينا نقول أنه ايه ناقصنا منه كتير لو احنا صرحة كده هنلاقي ان احنا ايه احيانا نبقى رجالة وكثيرا ما بنبقى رجالة اه لو لوحد بس امين مع نفسه هيكتشف انه لا مش جدع قوي مش جدع مع ربنا كفاية ومش جدع مع الناس كفاية مش بيستحمل كفاية ممكن يكون بيشكي بسرعة ممكن يكون الناس مش قادرة تصق فيه كفاية او مش واقف على رجالة كفاية مش راجل قوي في جهاده وفقراته في رفضه للخطأ يعني كل اللي تقال ده احنا محتاجينه في رأيه كلنا يعني بس احنا عشان نقرب المعاني دي القلبنا ده اللي هنشتغل عليه نقشنا ثمان محاضرات النهاردة وبكرة عشان نغزي الفكرة دي لانها ممكن تغير فينا كتير قوي وكمان دي وصية في الكتاب وبالتالي مطالبين بيها الواحد يقولها لنفسه كل يوم طالما زي ما قال الإنجيل يسمى اليوم اليوم يعني طول ما احنا بنقول النهاردة عندنا عمر يعني لازم نشتغل على الحاجات اخد سخصية حزاقية الملك حزاقية الملك كان راجل لمؤخذة ومش راجل يعني ايه في حاجات كان راجل قوي وفي حاجات كتيرة مكانش راجل هنشوف ازاي الواحد يحلل شخصية في الكتاب فيكتشف مجالاته الرجولة يقول تمام ويكتشف نقاط الضعف ويقول اخص عليه طبعا انا ببص عليه عشان اشوف نفسي يعني الناس دول سبقونا خلاص لكن ايه الواحد برضو بيتعلم من اللي قبله مين حزاقية الملك بداية حزاقية ده انتوا عارفين داود النبي جاب سليمان وبعد سليمان اتقسمت المملكة اتنين اصبح فيه خط رفيع كده اللي هم احفاد داود مسكين عشر المملكة اللي هي حاجة اسمها مملكة يهوزة وبقيت المملكة بقى اسمها مملكة اسرائيل فيبقى بعد سليمان لما تسمع كلمة اسرائيل تعرف انها مش بالضرورة كل اليهود لا في جزء اسمه يهوزة ده امتداد عيلة داود فحزاقية ده من احفاد داود واخدين بالكم يبقى مالك من ملوك يهوزة ويهوزة واحد على عشر لانه كان معاه حتى من بين يمينة وممكن اقول واحد على اتناشر من كل الشعب اليهودي على اعتبار كانوا اتناشر صبت لكن صبت يهوزة او مملكة يهوزة تمثل تقريبا واحد على عشرة من مجموع اليهود وبالتالي دي مملكة ضعيفة من اولها كده لكن ملوك يهوزة عشان جدوهم الكبير داود كانوا اكثر تقوى من ملوك اسرائيل لغاية كده كلام واضح ولا تهتم مني ملوك اسرائيل دول من البداية كده من بعد سليمان عدل كلهم عبدوا اوسان لغاية هيرودس المالك وقت المسيح كل دول ملوك زاغوا مشوا غلط ملوك يهوزة كانوا يطلعوا وينزلوا منهم واحد يطلع زي حزاقية كده يتشبه بجده الكبير داود فيمشي كويس شوية ومنهم بقى يطلع عينات صعبة قوي يمشوا ورا الخط العام بتاع الفساد والوسانية والزنا وهكذا تعالوا نقرأ شوية في حزاقية منها درس كتاب حلم هندرس شخصية الرجل دا ونطلع بسرعة كده او يعني بدقة امتى كان راجل يعجب ربنا وربنا يفرح بيه وعبالنا وامتى ما كانش راجل نخجل ان احنا نبقى عندنا نفس العيوم في السنة الثالثة لهوشع ابن ايلة ملك اسرائيل ملكة حزاقية ابن احاز ملك يهوزة بانت شوية يبقى فيه ملكين في نفس الوقت واحد اسمه هوشع دا بتاع اسرائيل في الوقت اللي قاعد على عرش يهوزة حزاقية ملك يهوزة كان ابن خمسة وعشرين سنة حين ملك ملك تسعة وعشرين سنة في الشليم اسمه امه ابي ابنة زكريا وعمل المستقيم في عيني الرب هدين كده بالبداية كيف سيهو حسب كل ما عمل داود ابو خلي بالك عشان دي بترد على سئلة كتير هو داود ابو لا دا فرق سبع تمن اجيال بس ضمنيا دا احنا بنقول ابونا ادم وابونا ابراهيم هو دا ابوك يعني لانه ساعات يقولك في صغرة في الانجيل لانها ان فلان مش ابن فلان الحقيقة ابن دي لا تعني لازم ابنه في المرحلة دي ممكن يبقى جده ممكن يبقى جيل رابع بس في الاخر اسمه ابنه واضحة عشان برضو الحتة دي انتو خدام تبقوا فاهمينها بترد على نقد كتير في النسب والحاجات هو ازال المرتفعات ايه المرتفعات في وقت زوغان اليهود عن ربنا بدأوا يعملوا حاجة اسمها المرتفعات يجوا على كل تب عالي يحطوا تمثال عشان يسهلوا عن ناس عبادة الاوسان طبعا العبادة اساسا في الهيكل هيكل سليمان كان ساعتها موجود انما لان الشيطان بيسهل الخطيئة فكل مرتفعة تعتبر مكان لعبادة الشر هو بقى ايه ازال المرتفعات يعني منع عبادة الاوسان تقريبا في البلد كله وقصر التماثيل وقطع السواري السواري جامعة سارية احد علامات عبادة الاوسان وصحق شوفوا المعلومة الغريبة دي بقى صحق حية النحاس التي عملها موسى قال له يعني موسى النبي بجلالة ادره يعمل حاجة يجي حزقية ده ابن مبارح يكسرها لا بس شوفوا بقية الاية لان بني اسرائيل كانوا الى تلك الايام يوقدون لها ودعونها نحشان اعتبروها وسن فتحولت من ذكرى جميلة ليوم عظيم وقت موسى فاكريني الحكاية دي اتعاملت ازاي لما الشعب تزمر زيادة طلعت عليهم حيات سامة فموسى بقى يصروا اخكعاته يا رب ارحم شعبك قال له عمل لهم سارية كده وعليها حية عشان تبقى عالية فالناس تعرف تشوفها حية نحاسية اللي يبص عليها يخف من اللدعى بتاعته وده اللي قاله المسيح في يحنى ثلاثة كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يرفع ابن الانسان كي لايهلك كل من يؤمن به واضحة بعد ما ابتدت طبعا دي كانت ايه حاجة ذكرى ضائد عظيمة لان موسى بين موسى وحزاقية حوالي ثمنمائة سنة او سبعمائة وكاسر لان موسى ده الف وخمسمائة قبل المسيح داود نفسه الف قبل المسيح يعني بين موسى وداود تقريبا خمسمائة بين داود وحزاقية تقريبا تلتمائة اذا دي اصبحت حاجة اثارية ومقدسة وغالية اوى مش كده لكن لما اسيء استخدامها الراجل كان انا بقوله ايه 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 كان قوي وحازم وقصر عشان ما تبقاش واسم لان بان اسرائيل كانوا الى تلك الايام يوقضون لا ودعوها نحشتان على الرب اله اسرائيل اتكل وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوزة المؤرخ بقى اللي بيكتب بيقول ده مجاج زي حزاقية طب ده البداية حلوة ولا في الذين كانوا قبله والتصق بالرب ولم يحيد عنه بل حفظة وصياه التي أمر بها الرب موسى كلام يعني حلو وكان الرب معه وحيثما كان يخرج كان ينجح وعصى على ملك أشور في الوقت ده جماعة في السبعمائة وخمسين قبل الميلاد كانت أعظم مملكة مملكة أشور قبل بابل تسمع أكتر عن بابل بتاعت نبو خزنصر ودانيال وكذا إلا قبلها أشور العاصماتها نينوى تكت أقوى في الأول فبدأت تحتل العالم كله الجدعة بتاعنا ده حزقية الملك مرضاش يخضع لملك أشور لأن طبعا ملك أشور كان بيفرض عبادة آلهته على العالم فالموضوع طبعا مش مجرد إيه يعني سياسة لا تفيها فرض للعباد ولم يتعبد له النص ده يورينا حاجات كتيرة قوي عن الرجولة مثلا من الرجولة أن الإنسان لا يقلد الخطأ أحاز اللي قبله ده أبو أحاز ده أبو بقى المباشر اسمه حزقية بن أحاز أديكم فكرة عن أحاز بس عشان تعرفوا صعوبة اللي عاش فيها حزقية كان أحاز ابن عشرين سنة حين ملك وملك ستتاشر سنة في أرشاليم ولم يعمل المستقيم في عيني الراب يعني حزقية طلع شايف أبو كويس ولا وحش واضحة يبقى الأسهل يبقى إيه كويس ولا وحش يبقى الأسهل يبقى وحش واحد شايف أبو الملك اللي قبله ماشي غلط فيبقى أسهل له أنه يقلد الغلط بل صار فيه طريق ملوك إسرائيل ما احنا قلنا ملوك إسرائيل كلهم وحشين ده خط كده ايه ما بيتخدم حتى أنه عبر ابنه في النار عبر ابنه في النار دي كانت أحد عبادات الأوسان إرضاءا للآلهة كانوا يعملوا حاجات غريبة جدا شياطين كان يربط ابنه ويمشيه في النار لغاية ما يتحرق لغاية ما يموت عشان يرضي الآلهة طبعا مين اللي بيحط الأفكار دي الشيطان طبعا عبادة الشيطان وكانوا يدبحوا أولادهم ساعات إرضاءا للشياطين حاجات صعبة أول تصوروا أحاز أبو حزقية وصل بي الاخبطة أنه عمل كل الممارسات الوسانية بما فيها من بشعة حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأم يبقى أول علامات الرجول يا جماعة أن الواحد يطلع أحسن من أبوه سوري يعني في التعبير عندنا يقال في علم النفس في خطين يحصلوا واحد يشوف أبو غلطان يتمثله ويطلع زيه واحد يشوف أبو غلطان يكره غلطه يطلع عكسه اللي يعرف يعمل النقلة دي راجل فهمتوا أول حاجة أعوز أوصلها ما تتحماش في قولة أن اللي قابلك كان بيغلط خليك راجل وقول يغلط زي ما يغلط أنا مش هغلط حتى لو كان أقرب الناس ليك خد خطوة جريئة وقول مش هعمل زي فلان معاين ده بوية أو ده مهم عندي أو له كرامة عندي لكن في الغلط لأ مش هغلط زي لأنه من السهل أنك أنت ما تقلتش واحد بعيد عنك بيغلط لكن من الصعب أنك ما تقلتش واحد قريب منك وغالي عليك بيغلط دي أصعب دي عاوزة رجولة من الرجولة أنك أنت لا تسلك حتى كأبيك إن كان مخطئا واضحة رجولة أخرى أزال المرتفعات أزال المرتفعات معناها ببساطة الحاجة الغلط في حياتك خليك راجل وشيل عندك طبع غلط هتزيله إمتى هتبقى حزاقية ولا أحاز فهمين أنا أوقفي إيه أعوز أوضح إن القصص دي هي بتخطب نحنا في حياتنا دلوقت إحنا ما عندناش تماثيل بالحرف لكن يجوز شغلك واكل عقلك بطريقة بتخليك تبعد عن ربان بتخليك كأنك بتعبد أوسان بتكره الناس وتشتم وتلعن وتأمل كل حاجة غلط ما هدي مرتفعات دي حزاقية كان راجل كان جريء كان قوي أزال المرتفعات أكيد الشعب تزمر وأكيد كان فيه قوة رفض ودي حركة مش سهلة في زمنه بقى لهم كذا جيل الملوك اللي قبله وحشين بيحطوا مرتفعات لكنه أزال المرتفعات من الرجول أن الواحد يقول لا ده غلط مش هيوقف حتى لو خسرت الناس أو خسرت فلوس دي اللي بنسميها قرارات توبة الرجولة تحتاج إلى قرارات زكة كان راجل يوم ما وقف وقال له نص فلوسي هديها للفؤرة والنص التاني رجعه لللي ظلمته أهي دي كونه رجالا تصوروا لو زكة قال له شرفتنا رب بركتنا نورت البيت ايه نورت البيت احنا بنعمل كده مع ربين اهلا وسهلا يا رب قال له ما تاخد قرار يا جدع مش في حاجة غلط يعني المزيح يدخل بيتك وتطلع ويطلع زي ما انت بدخل ده دخل بيتك عشان تتبدل عشان تعرف بقى انك انت بقيت واحد تاني هنا عاوزة رجولة لانه موقف كبير مش سهل ان الواحد يشطب على حاجة غلط ويقول مش هتتكرر تاني خليك راجل ووصل لدي دي ياها كلمة قصر التماثيل قطع السواري تحسوه في رجولة هنا كل خطوة من دول يا جماعة مكلفة الحاجات دي غالية على فكرة في كتير منها دهب ففي تكلفة مش مهم فاكرين موسى لما مسك العجل الدهبي العجل الدهبي ده ده يعدي مليار دولار دلوقت عجل ضخم من دهب خالص حاجة يعني زي طن دهب مثلا ايه ده يعني ده انما حرقوا وصحقوا ودرها ما بقاش فيه فسفوسة على بعضها كده من كتر الغيز من الخطيئة طبعا الناس متحصارة عدها بتاعها ولو كان راجل ووقف لهم والليه يحصل يحصل هي دي المواقف اللي بتفرح ربنا ان الواحد يقول لا للغلط حتى لو كلفوا كتير حكاية صحق حية النحاس دي هسميها أنا الشجاعة في نقض الخطأ من الرجولة انك انت لو في حاجة غلط ما تغمطش عنك وتجامل لان حية النحاس طبعا في ناس تخاف تقرب منها لان ده موسى بقى ده الكبير بتاعنا ده حاجة قديمة وحاجة عظيمة ايه بس دلوقتي حاجة غلط دلوقتي اصبحت ما كان لعبات الاوسان لا لخبطت الحكاية فهنا كان شجاع فانه واجه لو هو اضعف من كده شوية كان ممكن يقول لا دي ما جيش جنبه معلش مش كفاية على الصدع اللي انا فيه كمان هصطدم بقى بحاجة اسارية وتاريخية ومسنبي انما هو بمنتهى الرجولة برضو دي هتنشال دي شجاعة بقى انك تنقط خطأ حتى لو الناس كلها ايه مواربة الباب كده لا ما تواربش الباب غلط يبقى غلط من الرجولة التعبير الجميل اللي تقال على حزقية على الرب اله اسرائيل التكلم ودي حتة بقى الواحد يقول ايه علقتها بالرجولة لأ هو الراجل قوته الحقيقية روحيا بقى احنا بنتكلم مش في عضلاته طبعا قوته في درجة ثقته في إلاه درجة التكاله يعني داود وجليات فاكرين الموقف داود وراه جيش بتاع مئة الف عسكري اي عسكري فيهم صحته حسن من داود خبرته العسكرية حسن من داود اخوات داود الكبار اجدع منه طبعا عسكري بس لمو اخزى المئة الف جوبنا خلينا واضحين قدام جليات الطول بعرض مع الكلام اللازع اللي بيقوله كله كاش داود ايه قوته على الرب اله التكال فداخل وهو صغير كده انما راجل ليه ما ترعبش من جليات قال له انت هتجيلي بسيف وروح ممحة وترس انا هجيلك باسم رب الجنود اللي انت غلطت في ايده وربنا هيحطك في ايدي وهو ايده قد كده والتانية يا جليات مش شايف اخره لكن على الرب اله واتكل من الرجولة انك تتكل على ربنا وتدخل بقلب جامد في اي حاجة الراجل يدخل في الحاجة طبعا انا مش بتكلم عن الراجل بس ستات اطفال شباب عندنا قصص في الكتاب المقدس لستات اجدع من مئة راجل بس كده يوم ما مثلا باراق نزل الحرب قال لضبورة مش هنزل من غيرك قالت له حاضر هنزل معك بس على فكرة بقت في الاخر الفخرة هيبقى الوحدة ستة هي عرفت بالروح ان ايه يعيل واحدة اسمها ستة اسمها يعيل هي اللي هتجيب راس الشيطان لان باراق رئيس الجيش ساعتها قال ما نزلش من غير دبورة طب دبورة واحدة ستة طبو مال بس هي جدعة هي اجدعة هي اقوى اذا الموضوع يا جماعة مش روحيا ما لا يقصد به طبعا راجل وسط على الرب اله التكل يبقى يجوز انا مش راجل كفاية لاني مش بتكل كفاية لسه ما عندي ثقة في ربنا كفاية وعشان كده بخافة واجه او خافة ادخل في موضوع كبير لاني انا ينقصني لسه حت يجي مع الاتكال التسليم والايمان كلمة اخرى تدل على الرجولة خلي بالكم انا هفضل امجد في حزقية وبعد كده ايه عشان لما اغلط فيه بعد كده ما يسمحني هو وصل السماء طبعا قديس لكن له نوع الضعف عاوزين ننتبه لي والتسق بالرب من الرجولة انك تعرف انك صغير وضعيف تتحامى في ربنا تبقى راكل الصغير الضعيف اللي عارف انه على قده وما له لما يجري ويستخبه في دي لابوه كويس اهو كده بقى راجل فالالتصاق بالرب ده رجولة انك ما تبعدش عن المسبح وعلى عن الصلاة وعلى عن الانجيل وتقول له رب انا حارف اني ضعيف انت قوتي الهنا ملجأنا وقوتنا معيننا في شدائدنا ولم يحيد عنه تعبير جميل قوي اللي هي فكرة الصلاة دايما اللي كنا بنتكلم عنها دي ما بيطلعش براء ابدا في كل خطوة يا رب اعمل ايه لم يحيد عنه حافظة وصياه التي امر بها الرب موسى من الرجولة ان الواحد لا يحيد عن اللي ربنا قيله خليك راجل كل كلمة قالها المسيح غلي عليك ما تكسرهاش ابدا ولا تحيد عنه وكان الرب معه حيثما كان يخرج كان ينجح وعصى على ملك اشور ولم يتعبد له هذه رجولة اخرى جانب اخر من رجولة حزاقية انه رفض عبادة ملك اشور الذي يعبده كل ملوك الارض في الوقت ده كان كل الملوك البهوات اللي اقوى جيشا من حزاقية كانوا بيعبدوا ملك اشور بما فيهم ملك اسرائيل على فكرة ملك اسرائيل جاره كان خضع لملك اشور لكن حزاقية الغلبان ابو جيش تعبان قال لا انا لا اعبد الا ربان من الرجولة ان الواحد لا يتعبد الا لله انه يقاوم الشر للرب الهك تسجد اياه وحده تعبد واضح بقى كده ان الرجل ده يسيد الرجال لا يعني حاجة جميلة لانه قدر ما يعملش زي ابوه ازال المرتفعات والسواري حتى نحشتان دي بتاعت موسى النبي عرف يخلص منها لانها قلبت غلط قوي ملتصق بالله يتكل على الله لا يتعبد الا لله تعالوا ندخل بقى في ايه بعض الاخطاء في السنة الرابعة عشر للملك حزقي هنا في حاجة كنت دايما افتكرها من كلمات قدست البابا شنودة لما كان يقول لنا دايما ان الشيطان فتال حبال يعني ايه ما يستعجلش في وقعتك ما يوقعكش بسرعة لما يلاقيك راجل يقسم عليك ياخدك بالراحة كده يقول لا ده انت من النوع العنيد اللي مش هتيجي بالسهل طب ايه بلاش اول كم سنة نسيبك ايه تنطلق روحيا كده وتخدم بس محوش لك فهنا بعد ما ادم ملك حزقية طبعا 14 سنة ملك عمال يعمل انجازات جميلة جد بنضف البلد من الوسانية واصبح بيرجع امجاد داود النبي والعبادة انتظمت سعد سنحاريب ملك اشور على جميع مدن يهوزة الحصينة واخذ سنحاريب ده بقى ايه ملك اشور اللي العالم كله تعبدله وده الوحيد اللي مش رادي يوطي رأسه ام طلع له بقى وخذ جميع مدن يهوزة مقصود بها ايه يهوزة اللي هي ارشاليم حوالين منها مدن صغيرة خذ كل المدن الصغيرة عشان يحاصر ارشاليم فهمين فخذ المدن من بره لكن فضلت المدينة السامترال اللي هي ارشاليم عاصمة يهوزة فابتدى يقع خلاص وارسل حذقية ملك يهوزة الى ملك اشور الى لخيش يقول قد اخطأت ايه ايه ده بقى اخطأت في ايه اخطأت في ايه هي معناها اخطأت ان انا معملت زي الملوك التانين كان لازم بالزوء اسلم لك المفتاح زيهم ايه ده اللي بتعمله ده حذقية بقى هتشطب على ال 14 سنة اللي فاتت ولا ايه قد اخطأت ارجع عني ومهما جعلت علي حملته يعني ايه قولي عاوز ندفع كام هدفع كل اللي تقوله احكموا انت مش هو مش كده اختلفنا عن الاول امالك اشور طبعا حط رجل على رجل وقال ايه 300 وزنة فضة و30 وزنة دهب حالياس هيتشرط بقى اللي قدامه ضعف بدل ضعف ادفع بقى عشان ما دخلش اخد هرشالين منك ادفع لي المبلغ ده طبعا دي مبالغ ضخمة في زمنهم طبعا دفع حذقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب ما هي ميزانية الدولة اكترها في صندوق الهيكل طلع كل الخزنة سلمها له ما عندوش دهب يوم يعمل ايه اشر حذقية دهب عن ابواب هيكل الرب خلي بالكم من الحركة لان دي معناها فلسافي او روحي بياخد من حاجة ربنا ويد للشيطان بياخد فضة الهيكل وياخد اشرة الدهب دي كل حاجة كانت في هيكل سليمان لو ما كانتش من دهب خالص كانت تبقى ايه مطلية دهب او عليها اشرة دهب وبرده ايه يعني بسمك ومعين يعني حاجة ثمينة مش حاجة قليلة وبالتالي الاشرة دي توزن دهب في الاخر تصوروا بقى هما بيحكحتوا بيشيلوا كل الدهب اللي في كل الابواب عشان يروح لملك اشور اصل دي اوامره ليه بتعمل كده حذق ايه اما هو هعمل ايه طيب بتعمل ايه هما الفين اتكل على الرب الهه هما الفين التصق بيه هما الفين لم يحيد عنه هما الفين لم يتعبد لملك اشور يبقى ساعات الرجولة ما تكملش ممكن الواحد يبقى راجل في مواقف لكن في مواقف تانية تقع منه وهديكم سؤال حلوه بقى في الخلوة طلعوا لي مواقف من حياة داود كان فيها راجل اوي ومواقف في حياة داود ما كانش فيها راجل خالص عشان هتلاقوا حاجات كتير لو انتم ذاكرين حياته انه كامل اشعر الحق الدهب والدعائم التي كان قد غشها حزاقية ملك يهوزة ودفعوا لملك اشور الموقف دا وبعدين حكاية اخطأت دي لما تعتذر جبنان تبقى فقط جزء من الرجول الواحد يعتذر عن خطأ يبقى راجل لكن لو قال سوري بسبب رعبه لا يبقى ما يبقاش راجل فاهمين الفكرة يحن المعمدان قال لا يحل لك اما هيرودس استدعى وقال له هدخلك السجن هل قال له سوري لا طبعا هدخل السجن هقطع رقبتك ايه قطع رقبتي انا مش غلطان لا يحل لك برضو واضح الفكرة يبقى ما تقولش انا اسف الا لو غلطان تبقى راجل لكن تقول اسف يعني بتتراجع عن موقف صح تبقى فقدت الرجول فانا كلمة اخطأت يا اخي قولها الربنا قول له يا رب انا اسف لاني خفت وهو الخوف عدم رجوله لكن تقول لبني ادم انا اسف وانت مش غلطان لبقى انت كده فقط الخوف والضعف ودفع الجزية كل ده بقى ايه كل دي تنازلات لانه بس خلي بقى لكم هيطلع منه يعني دي مراحل شوفو ما هو واحد يطلع وينزل يطلع وينزل نكمل نكمل احنا الحكاية ما خلصتش ودعو المالك فخرج اليهم حصل ايه غاب شوية مالك اشور ما هالشيطان يعمل كده يتسل وانتو فاكرين الشيطان هياخد الفلوس ويمسي لا لا داخدها شهرين ثلاثة كده ورجع يتسل عليهم اهو ده واحد بيدفع مس كده فرجع تاني الجيش حاصر مالك يهوز وقال لهم طلعوا لي حزاقية بتاعك وده اتكلم معاه حزاقية مرضاش يطلع لانه حاسست ويدفع منين تاني ما انا خلصت اللي عندي دعوا المالك فخرج اليهم اليقيم ابن حلاقية الذي على البيت ده زي يعني الوزراء او المسؤولين الكبار وشي ابن الكاتب ويؤاخ ابن اساف المسجل فقال لهم رب شاقي رب شاقي ده زي رئيس جشة هسن حريب قولوا لحزاقية هكذا يقول المالك العظيم مالك اشور ما الاتكال الذي اتكلت قلت انما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب والان على من اتكلت حط عصيت علي قال له ده الراجل لسه ده فعلك هو الشيطان يحب يتسلع الواحد كده قال له انت اتكلت على مين عشان تعصيني يعني وهو الحرب دي هي شوية كلام يتقال ولا انت مش عارف انا مين الآن على من اتكلت حط عصيت علي الآن هو ده قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضودة على مصر هو سياسيا افتكروه هيتحامى في مصر كانت تاني دولة بعد اشور مصر في القوة فالدولة الغالبانة اللي في النص مش قادرة على اشور تقول يا مصر الحقيني فقال له مصر دي تشبيه صعب زي العصايا الاصبة اللي يتكئ عليها يتسند عليها تخرم ايده يعني بدل ما يتسند ويعكز عليها دي تجرح يتخرم ايده لانها ملهاش فايدة يعني فقال الذي اذا توقع احد عليها دخلت في كفه وثقبته هكذا هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه واذا قلتم لي على الرب الهنا اتكلنا شوفوا الخبس هو عارف كويس انه كان في وقت متدين وبيقول يا رب فبيقول انت ايه واقف اصادي ازاي يعني تفاكر نفسك مين تكلت على مصر مصر دي ما بتنفعش احد تكلت على ربنا بتاعك افليس هو الذي اذال حزاقية مرتفعاته التاني مش فهم حاجة فعشته ففاكر انه لما شل شوية ثواري ومرتفعات يبقى غلط في ربنا هو مش مميز انه الهيكل ده بتاع ربنا والمرتفعات دي بتاعت السياطين هم قالوا له انه حزاقية لما قاعد على الملك قاعد يشيل المرتفعات قال له ده انت غلطان في حق ربنا بتاعك وشيل المرتفعات بتاعك ومذابحه وقال ليهوزة ولو ارشاليم امام هذا المسبح تسجدون في ارشاليم مش انت رحت قلت للناس كده شلت المرتفعات وقلت هنسجد بس في الهيكل والان شوفوا الزل بقى راهن سيدي ملك اشور ربشاقي بيقول له سنحريب بعطلك رهان هديك الفين فرس لو لقيت لي ليهم الفين راكب فاهمين الزل؟ يعني ايه؟ الفرس غالي قوي قال له انه ما عندناش مانع قبل ما نحارب عارفين لما واحد يلعب شطرانك يقول له بص انا هشيل الوزير وهشيل الطبيع من الاول كده وهغلبك فهو بيزله بيقول له هبعتلك الفين فرس الفين فرس لو لقيت لهم الفين عسكري من عندك يعرفوا يركبوه يعني بيقول له انت متنفعش بحاجة خالص بضع وقت كلام طبعا مهين جدا دعوا الملك فخرج إليهم اليقيم لما دعوا الملك ما خرجش برضو دي تتحسب عليه شوي ليه؟ يا حزاقية الملك مش انت مسؤول عن شعبك قالوا لك اطلع رد على الملك التاني ما طلعت استرد ليه؟ صدر ثلاثة من رجال تقول لهم روحوا ردوا مش قادر انا اقابل طبعا برضو لحظة ضعف لانه من الرجولة ان تواجه من الرجولة انك تبقى مسؤول عن بيتك او عن خدمتك وتواجه المشاكل من عدم الرجولة انك تصدر اللي بعدك وقف للمشكلة ما ينفعش تهرب بديل دي حاجة في بيتك وحاجة مسؤول عنها وبعدين التشكيك يضعف الرجولة يعني ايه؟ الشيطان يلعب على الرجال القديسين بقى بقى افكار شك يجي يقول لك ايه؟ مش انت اتكلت على ربنا طب عملك ايه ربنا؟ ما في الاخر انت جعان في الاخر انت عيان ما بتخفش في الاخر المشاكل ما بتخلص حتى صلاتك اللي صلتها ما استجابش بقى له كتير هنا الشيطان بيلعب لعبة مشهورة ان يضعف رجولتك او شهمتك او شجعتك بالتشكيك ده اللي عمله رب شاقي قال له اتكلت على مين يعني؟ لو كان مصر ما تبينفعش حد لو كان ربنا ما انت اساسا مش عارف انت غلطت فيه ولا لا افكركم بالآية اللي احنا مجغولين بيها كورنسو 16 يقول اصحروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا تقوه يبقى الثبات في الايمان مرتبط بايه؟ بالرجولة فهمتوا المعنى ليه انا بقول كده لان حزاقية ايمانه ضعف فابتدى يتنازل ابتدى يخاف ابتدى يدفع ابتدى يجري ابتدى يصدر غيره كل دي اخطاء ليه لانه ايمانه مش زي الاول وده بيحصل معانا حباب ان الواحد ساعات يكون جالوا ضعف ايمان كان اقوى من كده هو اصغر او كان اقوى من كده في مراحل في حياته ليه لاتلخبط انت نفسك في مواقف كنت واقف زي الاسد قدام مرض قدام مشاكل قدام خطايا كنت كويس ليه بتضعف ما ترجع راجل تاني يبقى ثباته في الايمان احد ترجمة معاني كونه رجالا واذا قلتم ليه على الرب الهنا اتكلنا ويبتدي بشكك في صدق العلاقة بله ساعات لما المشاكل تزيد ايجي بقى الشيطان يقول لك انت فاكر ربنا بيسمع على صلاتك ودي صلة دي ده انت بتطيق طول الوقت سرحان وده صوم ده وده تناول ده بتدي يشككك في علاقتك بربنا انت بتحاول بس هو يلعب على صغر النفس بقى يقول لك لا انت كل حياتك ملخبطة مش معقول ربنا يشتغل مع حزاك اشتغل مع قدسين مع شوها ده لكن انت ما تنفعش ببصل او الارهاب بالكلام ارهاب الكلام ده اه كتير المبالغات دي لان هنشوف الاخر النتيجة يوم ما يدخل ربنا هتفجأ طبعا ان ده كله طدع كلام فارغ كلام ناس بتتكلم لكن وقت الجد لا طبعا ربنا لو دخل الحكاية خلاص على حكاية الفين فرص لو تقدر تجعل عليها راكبين هنا بقى هترجع الرجولة خلي بالكم خبر حلو بقى هشوف الرجولة ترجع ازاي جاء علي قيم ابن حلاقية الذي على البيت وش ابن كاتب ويؤاخ ابن أساف المسجل حزقية وثيابهم ممزقة شقوا هدومهم يعيني من التهزيق اتهزقوا نيابة عن حزقية فرجعين له دخلين مدلدلين راسهم كده وحالتهم صعبة لانه مش عارفين يردوا فاخبروا بكلام رب شاقي فلما سمع الملك حزقية مزق سيابه وتغطى بمسوح الرجولة هتشتغلها ودخل بيت الرب هنبتدي نرجع رجاله وارسل الياقيم اللي على البيت وش ابن كاتب وشيوخ كان متغطين بمسوح لأشعية النبي كان أشعية عايش قرن الثامن قبل الميلاد فقالوا له وهكذا يقول حزقية هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة قال له يا أبونا أشعية أنا عمري متبهدلتكت اليوم ده يوم صعب علي أنا أتهنت أكثر من أي يوم في عمري لأن والتشبيه جميل بقى الأجنة جمع جنين قد دنت إلى المولد ولا قوة للولادة كان في الطب في حالة كده حالة خطر قوي لما المرأة الحامل وهي بتولد قوتها في الطل تروح فيتعلق الطفل لأن لازم عضلاتها تفضل تزق عشان البيبي ينزل لما العضلات تضعف خالص حالة دي خطر ده كثير اللي هنا فاهمين الحالة دي خطر قوي كانت زمان قبل السيزيريان كانت بتموت قبل العمليات القيصرية غالبا الحالة دي كانت الأم بتموت ويمكن الطفل كمان فهنا فكرة الأجنة دنت ولا قوة للولادة يعني كنا شايفين الخلاص قريب بس مش عارفين نوصل فضلت عشمان إن ربنا هيدخل هيدخل فجأة لقيته ما تدخلش ولقيت نفسي أنا وشعبي بنروح عدت أقول لأ لأ مش هيحصل مش هيحصل ولقيت إن أنا بقول كلام في الهوى وخلاص الراجل بيزلنا وداخل على بلدنا هيصحقنا كلنا فالتشبيه اللطيف لأنه إيه لو مغزى معناه إنه خلاص إحنا بنموت ما عندناش أي مخرج للموضوع ده لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام ربشاقي حتى مش عاوز يقول له كلامي أنا مش عارف يصلي قال له كلام التهزيق ده خلي ربنا يسمعه الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي فيوبخ على كلام الذي سمعه الرب إلهك ارفع صلاة من أجل البقية الموجودة دخول بيت الرب رجوع للرجولة خليك راجل في مشاكلك اجري على الكنيسة ما توعد ستقلب الهموم جؤواك دي مش رجولة دي خيبة ده كده أنت عملت غرق روحك اجري على بيت ربنا اجري على المسبح اجري على الأداس دي أول معالم الرجولة ما هي الرجولة معنى إنك تتحمى في الكبير فخليك راجل ارجع تاني يا حزاقية لم يحيد عنه تكل على الرب إله من كل قلبه تاني معالم للرجولة ابحث عن رجل الله كلمة رجل الله يعني ايه هناك من هو أقوى منك روحيا طب خلاص حزاقية انتبه إنه الله أنا معايا واحد ينقل جبال أنا كنت نسيه ليه ده أنا معايا عشعية نبي في زمني زي إلي النبي قبلها بمئة سنة ولا بمتين سنة إزاي ما انتبهتش إنه هو ده اللي في إيده الحال لأن ده فودان ربا ده أقرب لربا ودي توديك فكرة الشفاعة أو الدالة أو المكانة دي فكرة كتابية أصيلة ليه؟ طب ما حزاقية يصلي ليه بيتحامى في أشعية يصلي لا صلاة أشعية أقوى طلبة تلبار إيه؟ تقتدر كثيرا في فعلان فبعت لأشعية قال له الحقني الحقني أنا عمري ما عد علي يوم صعبه زي كده فواضح أولا إنه تلميذ أشعية يبقى رجل طقي فيه تلمزة في حياته ومن الرجولة إنك لما تضعف تبحث عن من هو أقوى منك روحيا تتحامى فيه مفاشحك يبقى عمل حكتين حلوين قوي هيرجعوله الرجل جري على الكنيسة وجري على رجل الله لأنه مش عارف يصلي من كتر الضعف وقال له طب انت صليلي أنا مش عارف أصلي أو أنا صلاتي شكت فيها لا قوة للولادة هنا التعبير ده علامة أخرى للرجولة أنت عترف بضعفك بمعنى إيه؟ من الرجول أن الواحد يواجه نفسه يقول أنا ضعفت أنا مش قادر أكامل أنا جبت أخري أنا معنديش قوة أقف في الموقف ده اتصرف يا رب المحاضرة كنت بقول لها الكوي متلاتة رحمني يا رب لأ إيه؟ لأني ضعيف من الرجول أن الواحد يقول كده ما يعملش فيها جدعا هو يبقى جدعا بربنا لكن وقت ما يضعف يقول له أنا ضعيف فعلا أنا عجست أنا مش قادر لوحد فلا قوة للولادة معناها أن يعترف الإنسان بضعف الإيمان أبونا أنا تشككت أبونا أنا فقدت إيماني أنا تهزيت أنا بقتش متأكد إن كان ربنا سمعني ولا لا أنا جات لي أفكار عمرها ما جات لي قبل كده أنا حاسس إن أنا كإني عمري ما كنت مسيحي وليكن حلو حلو إن الواحد يعترف في لحظات ضعف بشدة ضعف دي رجولة على فكرة وهنا عشان كده ربنا هيتدخل خلي بالكم هتتقلب القصة خالص 180 درجة دلوقتي بسبب الرجولة الراجعة دي بعد ما راحت الرجول فجاء عبيد الملك حزقية إلى أشعية راحوا بقى الأشعية النبي فقال لهم أشعية طبعا أشعية أقصر رجولة بقى ما هنا الإيمان بيفرق من واحد للتاني رجل الله أقوى فأشعية ده تلقي إذا يقليش ع زمان قاعد في جبل واللي قاعد في حتة وده في ودن ربنا على طول هكذا تقولون لسيدكم هكذا قال الرب ما تخفش كلمة جميلة في وقتها لا تخف بسبب الكلام اللي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور ها أنا زا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه ده كمان طمينه هيحصل إيه مش دايما على فكرة أنبياء الله يقوله بالضبط هيحصل إيه لكن ساعات يقولوا عشان يطمنونه قال له لا لا ما تخافش خالص مش هيقرب من قرشاليم ليه؟ هجب له خبر يرعبوا يرجعوا بلده وديها حط طرق تدخل الله إنه حاجة هتحصل بعيد خالص تغير السياسة كلها وأسقطوا بالسيف في أرضه فرجع ربشاقي وجد ملك أشور يحارب لبنى لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش يعني تخيلوا معايا ربشاقي ده خلص المشوار التهذيق ده وقال الكلمتين اللي عنده رجع يا قابل سيدو سنحريب قال له سنحريب روح إيه الحكاية؟ قال له طلع له ملك كوش كوش دي بقى بلاد الحبشة كان زمان السودان الجنوبي والحبشة اسمها كوش دول بقى زمان في رقم مليون الرقم المرة الوحيدة اللي جي في العهد القديم منسوب لبتوع كوش دول بيبقوا أعداد مهولة زنوج قوية جداً بتوع أفريقيا بقى طلعين بقى يقفوا الملك أشور فطبعاً قال لك سيبك من أرشاليم و سيبك من إسرائيل مش وقته انتبه بقى الحكاية ملك كوش سمع ان طرهاقة واحد اسمه طرهاقة ده ملك كوش قد خرج ليحاربك فعاد سنحريب وأرسل رسلاً إلى حزقية قائلاً طبعاً هو متغزلي لأنه مش قادر يكمل الجولة اللي ابتداها بعد الكلمتين التهذيق كان المفروض بعدها بيومين يدخل بقى يكسر الدنيا اضطر يسيب كل حاكم فبس حابة يرمي كلمتين تاني انتو عارفين الناس وهي بتطلع في الروح كده تفضل تكمل في نفس السيناريو بتاعها هكذا تكلمونا حزقية ملك يهوزة لا يخدعك إلهك الذي أنت متكل عليه هو عرف إنه مش بتكل على مصر لا بتكل على ربنا واشاي قائلاً لا تدفع أرشاليم إلى يد ملك أشور إنك قد سمعت ما فعل ملك ملوك أشور بجميع الأراضي رجع لنفس النغمة تاني يا أخي اختشي ما أنت أساساً ما كملتش الجملتين اللي فاتوا إنما هو مكمل في نفس النغمة الإرهاب دي وهل تنجو أنت؟ إنما حزقية لسه مهزوز فبرضو كلمتين الجداد هزوه يعني وهو منسحب رزعوا كلمتين اتهز تاني أم عمل حركة تاني جميلة حزقية عمال يصلح فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل الرسائل الأخيرة دي اللي هي جوابات التهديد وهم بينسحبوا يعني حزقية خلاص ثم موضوع عده لا ما عدايش لسه مرعوب وقرأها ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب عمل حركة جميلة قوي طلع الهيكل هو ما يحقلوش كمالك يدخل جوه القدس وعلى قدس الأقداس إنما يحقلو يقف برا جنب مذبح المحرق فيبدو إيه ما كانش وقت زبيحة أم حط الجوابات اللي كلها اشتيمة دي على المذبح بتاع المحرقة بتاع برا اللي الناس كلها ممكن تقف على جنب واحد وصلى حزقية أمام الرب وقال أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبيم أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض أنت صنعت السماء والأرض أمل يا رب أذنك واسمع افتح يا رب عينيك وانظر اسمع كلام سنحريب الذي أرسله ليعير الله الحي حقا يا رب إن ملوك أشور قد خربوا الأمم وأراضيهم ودفعوا آلهاتهم إلى النار ولأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أياد الناس خشب وحجر فأبادوهم والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت أصدر رب الإله وحدك سيد الرجالة كده رجعت ضبط تمام ليه؟ لما الواحد يعرف يصلي ويرجع للمسبح ويجري على أشعية النبي حتى لو ضعف وكل مرة يضعف يجري يصلي راجل بمئة راجل صح كده مع أنه تهز معلش تتهز وتسلي تبقى راجل برضه صعد إلى بيت الرب نشرها أمام الرب حركة نشرها دي جماعة فيها طفولة كمان فيها براءة ويعني إيمان أطفال أنه حط الكلام كأنه ممكن تقرأ يقول له إيه رب نفسك اللي بيقولوه طيب ربنا عارف بس عاوز يقول له بيشتموك الغلط فيك أنت دلوقتي فما تسكتش عن حقك بقى رب زي اللي بيقوم ربنا عليه يعني فإيه بيغلطه فيك أنت يعني أنا أنا بتشتم عادي بس مش معقول يشتموك أنت كده يعني نشرها حزاقية الحتة الجميلة كمان في كلام حزاقية اللي رجعت له إيمانه أو رجلته لما ابتدى يفتكر هو مين إلهي؟ قال له أنت هو أنت هو الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبيم ده كاروب واحد من كاروبيمك يا رب لهيب نار مين يقف قدامه؟ أنت هو الإله وحدك كل الباقي ده كلام فارغ مش قالها أنت اللي عملت السماء والأرض أنت 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 خلي بالكو دي لوحدها ترجعلك رجلتك ليه؟ أنك تعيد اكتشافك لحقيقة الله تنتبه مين ربنا بتاعك؟ ترجع قوي على طول لأنه بيكون فات عليك أو طلع من دماغك مين ربنا؟ بقيت بتتعامل كده مع الناس ونسيت ربنا لكن أنت 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 كده أنت ماشي صحة قوي كده هتبقى قوي ده اللي عمله داود لما قال له أنا أتيك باسم رب الجنود اللي أنت غلطت فيه ونفس السيناريو من نفس الإيمان لازم يحصل انتصار كمان أنت هو مش أنا هو لحظة الضعف دخلت على حزقية لما بص الإمكانياته فلقى نفسه أنا حتت مالك تعبان الجيش اللي معايا ما يجيش كتيب عنده لكن أول ما نسي أنا مين وبقى يقول أنت يا رب خلاص رجعت القوة تاني الآن أيها الرب إلهنا خلصنا شوف حل بقى يا رب عشان كمان يا الناس كلها تعرف مش خلصنا لأن إحنا كويسين هو معترف طبعا ضمنيا أنا خفت وجبنت وما لياش حق إن أنا كنت أدفع الجزية ولا أشر من حكتك يا رب وابعت الدهب ليهم ضمنيا فيها اعتذار عن أخطأه لكن أنت والرب وحدك المرة دي أشعية ما هو برضو أشعية ده أصله إيه صديق الله رجال الله دول يا بختهم يعني دول قاعدين في حتة تانية دول ما بيتهزوه جواب ده فوق الجبل هو ربنا اللي قال له يا أشعية حزقية بيقول لي روح رد عليه يعني المرة دي ما بعتس ناس تاني للأشعية أشعية اللي بعت له الرد على طول هو صلى ربنا من نفسه فأرسل أشعية ابن أموس إلى حزقية قائلا هكذا قال الرب الإله إسرائيل الذي صليت لي الله أنت بتعرف يا أشعية أن أنا صليت أيه طبعا بعرف بدل صليت ربنا بعت معي الرد من جهة سنحريب ملك أشعر قد سمعت هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه اسمع بقى ربنا قال إيه عن اللي بيحصل ده اسمع ربنا شايفه إزاي أنت شايف ملك أشعر ده وراجج زي النمل وما بيخلصه وما بيتغلبشه ومكسر العالم كله طب اسمع ربنا بيقول إيه احتقرتك واستهزأت بك العزراء بنت صهيون يعني إيه يعني أصغر عيلة في شعب إسرائيل تبصلك يا ملك أشعر من فوق لتحت وتحتقرك شوفوا الجبرود بقى بتاع ولاد ربنا العزراء بنت صهيون تحتقرك وتستهزئ بيك يا ملك أشعر ليه فكرة سلطة ولاد ربنا على الشيطان طبعا البعض بياخدها إشارة للعدرة وقوتها في الحروب الروحية إن العدرة بشفاعتها بتنصر الكنيسة طبعا ونحوك أنغضت ابنة أرشاليم رأسها عارفين لما واحد يقول لك طيب وحرك رأس وكده يعني يومك مش فايت هي معناها كده فالعدرة قالت طيب أنت لبخت بقى هتشوف اللي هيجراه لك من عيّرت تغلطت في مين؟ وجدفت وعلى من عليت صوتا انت بتعلي صوتك على مين؟ على ربنا يعني يقص وقد رفعت إلى العلى عينيك على قدوس إسرائيل أنت بتغلط في ربنا نفسه بتسويب شوية الكركيب اللي عندكو آلهة الوسن على يد رسلك عيّرت السيد وقلت بكسرة مركباتي قد صعدت إلى علوه الجبال إلى عقاب لبنان أقطع أرزه الطويل وأفضل سروه وأدخل أقصى أدخل أقصى علوه ووعرة كرمله انت عملت حلم وتتخيل أنك هتزيح العالم كله كله يبقى في جيبك وتحرك السياسة والدنيا كلها تمشي على مزاجك انت معالي صوتك على مين؟ انت بتتكلم في إيه؟ شوف بقية الكلام قال وأحامي عن هذه المدينة لأخلص طبعا أنا نطيت حتة صغيرة في كلام أشعية المعزي بقى أشعية بيرد على حزقية بيقول له خلاص أدخل ريح ونام الموضوع انتهى لسه محصلش حاك بس أشعية بيقول له خلاص ربنا قال هيدخل بنفسه خلاص أخلصها من أجل نفسي ومن أجل إيه؟ داود عبدي انت أصلك يا حزقية طول ما كنت باصس على داود جدك وبتقلده كنت راجل وكنت قوي نسيت لكن عشان عاوز أقول لك بقى البالة دي ليها خاطر عندي عشان خاطر داود اللي عمله لأن داود هو اللي كان أسس صهيون وكان في تلك الليلة يعني ما تأخرتش الاستجابة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور مئة ألف وخمسة وتمانين ألف ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة فانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوة وفيما هو ساجد في بيت نصرخ إله ضربه أدر ملك وشرق أصر ابناه بالسيف ونجوا إلى أرض أرارات وملك أصر حدون ابنه عوضا عنه يعني إيه وارا بعض بقى خبط خبط بقى من النوع الكبير أختي ما أقول إيه عشان نبقى رجالا نتوقع أن بيجي لنا لحظات بنتهز وبنضعف وساعات ناخد من حاجة ربنا وندي للشطار زي ما عمل حزقية في لحظة ضعف أشر دهب الهيكل وطلع فضة الهيكل للشطار ثم استعاد رجلته أو قوته وإيمانه لما جري على المسبح لما جري الأشعية لما صلى من قلبه ابحث عن من هو أقوى إيمانا أو أقوى رجوله ما فيهاش حاجة لما تتحامف حد إيمانه أقوى منك دي حاجة كويسة من الرجول أنك تعترف أنك ضعيف في لحظة وتقول محتاج فلا محتاج أشعية ابو مال تذكر من هو الله فتكر كويس أنت هو اللي خلقت السماء والأرض أنت اللي فوقك روبيم أنت اللي في إيدك استعاد إيمان الأطفال أنك تحط الحاجة قصاد ربنا زي العيل كده وتقوله شوف بيقوله إيه عشان تبقى راجل كبير الجولة دي رجع راجل وزي الفل ما خلصتش القص هنرجع نخيب تاني في تلك الأيام دارة الأيام ومرضة حزاقية للموت معلش مش هتاخد خمس دعام فجاء إليه أشعية ابن أموس أبو الروح وقال له هكذا قال الرب وصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش عادي يعني خلاص يا عم بقى يا ربنا معاك هتدخل كده خلصت حياتك على خير عمل حركة مش بتاعته برضو وجه وجهه للحائط أي حاجة فيها حيطة كده يبقى رجع شغل عيال حطه وجهه في الحائط وصلى إلى الرب قائلا آه يا رب أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم يعني وانت كنت ماشي بأمانة وبقلب سليم عشان تاخد عمر وفعلت الحسن في عينيك وبكى حسقياء بكاء عظيما الخوف من الموت عدم رجولة الخوف من الموت عدم رجولة فهنا ملكش حق يا حزقي انت عايش مع ربنا تخاف ليه من الموت وماله ما ييجي خلصت رسالتك يا بختك تمشي على خير فهنا خاف مقدرش يستحمل الخبر مع ان اللي بيقولهوله رجل الله وده شيء مشجع جدا ليه معنات طمن على مصيرك الابدي لما يبقى رجل الله اللي بيقولك كده يعني بيقولك السكة سلكة يعني ما تقلقش لكنه خاف من الموت وبالتالي فقد الرجاء وفقد التسليم وقاعد متشعبط في الدنيا دي مش عاوز يسيبها وزي العيال ربنا طبعا حاضر انتوا عارفين القصة عشان الوقت ربنا قال لي عشعية خلاص يا عشعية خلاص عشان ما يزعلش ارجع اقول له ايه نديك اكستنشن خمستاشر سنة حاضر اذا كان ده اللي نفسك فيه يعني بس ما هو بقى صحي من المرض بقى فرحان جدا وهيعيش وطبعا فاكرين حكاية الضلة اللي رجعت دي عالسلالم كاشارة يعني ان ربنا يقدر يتحكم في الازمنة عشعية رجع يقول له ايه ارجع وقل لحزاقية رئيس سعبي هكذا قال الرب الى داود ابيك قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك هناشفيك في اليوم الثالث اشارة الايامة تصعد الى بيت الرب وازيد على ايامك خمستاشر سنة وانقذك من يد ملك اشور ومع هذه المدينة لان طبعا في الفضل قلق اشور دا يرجع في اي وقت واوحامي عن هذه المدينة من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي اللي حصل بقى قام ودخل الهيكل وسجد وفرح فجاله مرسيل بتوع ملك بابل مش اشور وبابل دي كتلس على قدها ايه جاييني هنوه فهو بقى بسزاجة مش برجولة قاعد يفرجهم على كل العز اللي عنده ما هو مش قادر يفرض عضلاته قدام ملك اشور انما قدام ملك بابل يقوله لده انا عندي وعندي وعندي فقام ربنا زعل عندك ما انت كنت هتبقى عندي انا دلوقت انت نفسك ايه اللي عندك وعندك ده فاشحية بقى رحلوا وقالوا ايه الرجالة دول جم من اين وشافوا ايه ماذا قال هؤلاء الرجال ومن اين جاءوا اليك فقال حزقية جم من ارض بعيدة من بابل فقال ماذا رأوا في بيتك فقال حزقية رأوا كل ما في بيت ليس في خزائني شيء لم اريهم اياه يا شاطر طبعا لما واحد يستعرض يا جماعة اللي عنده دي عدم رجول على طول يبقى نسي انه عمره نفسه هدية من ربنا فكان بالأولى الامكانيات اللي عنده ايه ايه اللي بتعمله ده حزقية انت من زمان كان اشور هيقشتك خالص لولا تدخل ربنا ومن زمان كان عمرك خلص لولا ربنا ادك عمر دلوقتي هتفتخر بشوية الامكانيات اللي عندك ليه بقى تركت الرجولة ليه ما كملتش فقولت ما عنديش حاجة ده كله من ربنا فقال اشعية الحزقية اسمع قول الرب تأتي ايام يحمل فيها كل ما في بيتك وما زخروا اباؤك الى هذا اليوم الى بابل لا يترك شيء يقول الرب ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك وفعلا دارة الايام يهوزة ما وقعتش في ايد اشور لكن وقعت في ايد بابل ساعة ما خده دانيال وحزقية كل دول فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل شوفوا الحركة اللي جاية بقى وهقفل فقال حزقية الاشعياء الحمد لله انها مش هتحصل في عمري ايه رأيكم بدون تعليق جيد هو قول الرب الذي تكلمت به ثم قال فكيف لا ان يكون سلام وامان في ايامي يعني وما اقولش ليه الحمد لله اذا كان في اليومين بتوعي مش هشوف حاجة وحشة طب وعيالك طبعا هنا موقف برضو مش حلم ليه؟ يعني انت يا حزقية كن ربنا نجاك وقالك هيحصل في المستقبل لا يعنيك اللي هيحصل لعيالك برضو ملكش حق ازاي الواحد ممكن يقبل ان ولاده يبقى خصيان في قصر ملك بابل يعني كانت لازم توجعه وكان لازم يتوب وكان لازم يحس بالزم لإلهنا كل ما جدا وكرا